السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم شباب اليوم عنا فيديو جديد مثل مو شايفين حاليا عنا الدرس الثالث من السمارت ريلي او الزيليو او الريلي الزكي حاليا انا عندي هاد البرنامج خلونا نختار الليدر ونفتح البرنامج ياريت لما شاف الدرس الاول والتاني يرجع يشوفهم ويكمل معانا الدرس الثالث متل ما حكينا بالفيديوهات السابقة تعرفنا على واجهة البرنامج وشفنا الجهاز وتعرفنا على وين المداخل ووين المخارج ووين المداخل اللي هي بتقبل من صفر لعشرة فولت وعملنا برنامج بسيط وجربنا على الجهاز وشفنا كيف الطريقة مع بعض اليوم بالدرس الثالث رح نحكي على المداخل عندي هون هاي اللي ممكن استخدمون بهذا الجهاز انا عندي بهذا الجهاز فيه اطمعشر مدخل من اي واحد الى اي جي من اي واحد الى اي ستة المداخل اللي بيقبلوا اتناشر فولت من اي بي الى اي جي كمان بيقبلوا اتناشر فولت كمان فينا نستخدمون من صفر لعشرة فولت هلا مشان استخدم الاي واحد مثلا المدخل الاول منكبس عليها ومنسحبها لهاي المنطقة عندي الكونتكت من واحد الى خمسة فينا استخدم هاد المدخل خلونا نحطه مثلا باي مكان هون عندي هون منطقة الكويل مثل ما شايفين عندي هون الريلي الى كويل باللون الازرق فينا نستخدمها هون عندي المخارج كمان في هون كويل التايمر الى كويل العداد الى كويل خلونا نشغل من المدخل الاول خلونا ناخد مخرج واحد هاي المخرج الاول ونحطه منطقة الكويل ونوصل بيناتهم عفوا خلونا نحطوهم بالسطر الثاني وناخدهم بهذا الشكل هلا ما نروح لوضع المحاكا منشغل البرامج او منشغل الجهاز وهي هيك عندي بهذا الشكل حاليا شغلت المدخل بيشتغل المخرج حطين لهو اللمبة على اساس انه هي المخرج وهي مفتاح بهذا الشكل مثل ما شايفين سكر التماس اللي هون واشتغل المخرج هلا هون خلونا نجرب المدخل يكون من صفر لعشرة فولت من صفر لعشرة فولت لازم استخدم هاي المقاومة المتغيرة رح نعمل دارة بسيطة بشكل سريع لانه هاي المقاومة بده فيديو خاص وشرح شوي طويل فمشا ما نطويل الفيديو خلونا ناخد بس حركة بسيطة كلمو شايفين عندي الاي واحد بده اياها تشغل المخرج التاني بهذا الشكل وخلونا نوصل بيناتهم هلا بكبس عليها نقرتين بختارهم هلا هاي الاي واحد الفاليو واحد وهون فاليو اتنين انا بدي الفاليو واحد رح اخده من الاي بي يعني اي بي ازا اجا خمسة فولت بيشتغل الاي واحد خلونا نجرب بهذا الشكل هلا عندي المتل ما حكينا عندي هون الاي واحد بيشتغل هاي معنا على افية خلونا نشغل المقاومة المتغيرة اللي هي اي بي متل ما شايفين هون كاتب لي اي بي الاي بي خلونا نزود حتى توصل خمسة فولت اشتغل المخرج التاني طبعا المداخل هدول ما لي علاء فيهم لان انا عم معطيه من صفر لعشرة فولت على المدخل الاي بي حاليا ازا تغيرت صارت اكتر من خمسة بتفصل واقل من خمسة بتفصل لازم خمسة فولت بالزبط حتى تشتغل هلا بالنسبة لهدول المداخل اه فينا نستخدم اما بوش بطن او فينا نستخدم مفاتيح اللي هنو فينا نستخدم كمان حساس الحركة فينا نستخدم كمان حساس للانارة فينا كمان ناخد اشارة من جهاز قياس الفازات اللي هو الفاز فيلر مثلا ازا كان في عندي نقص بالفازات او ارتفع الفولت او نقص الفولت بيعطينا اشارة للزيليو ومنه بعطي اوامر معينة للبرنامج فينا نستخدم كمان حساس الضغط حساس الضغط متل ما شفنا هون اخدنا من صفر لعشرة فولت حساس الضغط بيجي بالعادي اما الاوتبوت تبع حساس الضغط اما بيجي من صفر لعشرة او من اربعة لعشرين ميلي امبير ازا كان من صفر لعشرة فولت فينا نستخدمه مع الزيليو هو حساس الضغط بيحول الضغط الى فولت من صفر الى عشرة فولت هاي الصفر الى عشرة فولت انا باخدهن كمداخل للزيليو كل فولت معين فينى حط امر معين للجهاز هاي بالنسبة للمداخل اللي هنين اي واحد الى اي جين هلا خلونا نروح على الزيد اللي هنون الضواغط الضواغط كيف فينا نستخدمون متل ما شايفين لون اصفر هون ففينا استخدمون بس منطقة التماسات اللي هنين هون هلا ازا اخدت من الضواغط مباشرة خليناه يشغل مخرج بهاي الطريقة خلونا نشوف بالمحاكاة كيف رح يشتغل لان هو نشغل البرنامج هلا ازا جبنا الضواغط بهذا الشكل عندي هون الزيد واحد ازا كبست عليه متل ما شايفين ما بيشتغل شي لان هو متل البوش بطن بس كبسة لان زكبست مضليت كابس ما بيفصل لوحده فهو متل البوش بطن فمشان شغل المخرج التالت باخد ريلي باخد لها الضاغط الاول مثلا خلونا نحط الست اللي هو بيشغل وخلينا ناخد ضاغط تاني بيعطيني ريسيت لنفس الريلي هذا الشكل وهلا باخد تماس من الريلي اللي حنشغله من خلال الضواغط وخليه تشغل المخرج التالت وضع المحاكاة ونشغل البرنامج هلا كبسنا زيد واحد كما شفنا اشتغل المخرج كبسنا على زيد واحد نفسها ما بيأثير هلا كبسنا على زيد تو فصل فصلة الريلي والريلي فصلة المخرج التالت بهذا الشكل هلا بكبس زيد تو ما بيأثير كمان هاي زيد واحد زيد تو هاي بالنسبة للاستخدام الضواغط هلا بعد ما خلصناها من الضواغط ونروح للريلي الريلي كيف فينا نستخدمها هاي الريليات ممكنكم شايفين عندي هون 28 ريلي كل ريلي الى تماسات تماس بهذا الشكل وهي هون كمان نفس التماس من الريلي الاولى اللي هي ام واحد كبسة يمين فينا نختار اما او بهذا الشكل متل مشايفين صار عندي هون وهون عندي وهون عندي فيه متل مشايفين عندي اربع خيارات الخيار الاول انه التشغيل مباشرة وضع يعني ازا عملناها هيك بهذا الشكل واخدنا هون خلونا ننزل هدول لتحت وناخد اي واحد بهذا الشكل عنده خلونا نشغل البرنامج كمان ونشغل واحد الاي واحد متل ما شفنا اشتغلت الريلي على طول طبعا ما رح يشتغلوا مخارج لان انا ما انا ااخد ولا مخرج من الريلي هلأ من نفس هاي الريلي خلوني ااخد تماس متل ما شايفين هون الام واحد هذا تماس هذا التماس انا بدي اياي يشغل المخرج الاول مثلا هاي المخرج الاول هاد الشكل عفوا هاي المخرج الاول هون خلونا نجرب ونشغل البرنامج وشغلنا المدخل الاول لي هو الاي المدخل الاول شغل لي الريلي من الريلي اخد التماس شغلت المخرج الاول بهاي الطريقة هلا بطفة بهذا الشكل هلا من نفس الريلي خلونا نجرب لاتش امبلس ريلي خلونا ناخده للكويل طبعا متل ما شايفين هون التماسات فينا ناخد عدد غير محدود اما الكويل كل واحد فينا نستخدمه مرة وحدة بس يعني هون انا استخدمت هذا الكويل هون ما فينا استخدمه مكان تاني اما باقي الكويلات كمان فينا استخدمه طبعا كل واحد مرة وحدة متل ما حكينا خلونا نشغل ونشغل البرنامج كمان ونشوف شو بيختلف عن الطريقة الاولى هلا اول مرة شغلنا متل ما شفنا اشتغل والامور تمام طفينا ما طفيت الريلي ظلت شغالة طبعا التماس تبع الريلي ظل شغال هلا ازا شغلت مرة تانية طفى المخرج متل ما شفنا منشغل هلا للكويل التالت متل ما شايفين عندي هون اللي هي اللي هي التفعيل هون عندي ست وخلونا نشغل ونشوف وهي عملت اشتغل لحاليا ما بقى تطفي عندي المخرج حتا نعطيه كيف انا نعطيه بناخد هدول السطر لتحت او اي مكان خليون هون بناخد الاي تو مثلا وبناخد من نفس الريلي مناخد الريسيت نحطه هون بهذا الشكل ونوصل بيناتهم هلا ازا شغلت المدخل الاول رح تشتغل الاوتبوت رح يشتغل اللمبة ازا شغلت المدخل التاني رح تطفي اللمبة طيب ازا كانت شغالة هادا الشكل وطفينا بتطفي ونضلينا نكبس على الاي تو ما رح تشتغل ابدا حتا نكبس اللي هي سيت الاي واحد والتاني ريسيت او اعادة ضبط متل ما شايفين هلا هيك تعرفنا على الفرق بين الكويل وهون فينا ناخد كومنت مسلا نكتب هون ريلي واحد بهذا الشكل طبعا هون طلعت عندي الرسالة منكبس عليها نقرأ واحدة تطلع هون عندي الريلي هاي الريلي واحد وهون الريلي واحد اللي هي ام واحد بالنسبة للكيو او المخارج متل ما شفنا هون استخدمنا الكيو هون هاي عندي الكيو واحد هاي الكيو واحد استخدمناه هون استخدمنا الكويل هلا مثلا ازا اشتغلت الكيو واحد باخد مننا تماث على اي شي ازا اشتغلت الكيو واحد بدي اياها تشغل نفس الوقت لما تشتغل الكيو واحد بدي اخد مننا تماث يشغل اه مثلا خلونا ناخد كيو تماني مخرج التامن هلا خلونا نجرب هيك ونشغل البرنامج ونشغل الكيو واحد متل ما شفنا اشتغلت الكيو واحد واشتغلت الكيو تماني المخرج التامن متل ما شفنا هون انا ااخد تماس من الكيو واحد اللي هي هون وراح تشغلت الكيو تماني هلا ازا طفيت من هون بتطفي ما شفنا الاي واحد بيشغل فقط ما عنده شغلي تاني بس يشغل وبس الاي اتنين كمان بس بيطفة اللمبات ما بيشغل شي تاني وهكذا طبعا ازا كانوا الاثنين موجودين ما رح يشتغل لان عندي الايقاف موجود وبس هيك هاي الفيديو لليوم ان شاء الله يكون واضح ومفهوم متل ما شفنا حكينا على المداخل كيف فينا نستخدمون شو الفرق بين المداخل الستة الاولى والستة التانيات اللي هنن الاي بي الى الاي جي شفنا الزد اللي هنن الضواغط كيف فينا نستخدمون وشفنا الريلي وشفنا شو الاختلاف بالكويل عن التماسات والكويل وين فينا نستخدم الست والريست والوضع الكنتكتور كمان عندي الاوتبوت او المخارج شفنا كمان كيف فينا نستخدم التماس من نفس الأوتبوت والكويل طبعه وين فينا نستخدمه ان شاء الله يكون الشرح واضح ياريت اكتبوا لي بالتعليقات تحت اذا في عنكم اي اسئلة منجاوب عليها بالفيديو القادم لهوم بكون وصلت لنهاية الفيديو كان معاكم علي وطوقاج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته